مرحبا جميعا هذا هو الفيديو الثاني من سلسلة فيديوهات جوينتس أوف أبرلم في هذا الفيديو كما شاهدتم من عنوان هذا الفيديو سنتعرف على الاسترلوك لافيكيلور جوينت وهو عبارة عن جوينت يربط ما بين الأبرلم والترانك هو الجوينت الوحيد الذي يربط ما بين الأبرلم والترانك لذا يستحق أن نتعرف عليه بشكل تفصيلي نتابع اشتركوا في القناة من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت هذا الفيديو مثل ما نلاحظ في الفيديو التوضيحي لهذه النقطة ستستطيع تصفح هذه المواضيع دون الحاجة إلى أن تحضر الفيديو بالكامل مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الاسترنو كلافيكيلور جوينت وهو جوينت يربط ما بين الاسترنو والكلافيكيل ومن هذه العظام اكتسب تسميته في استرنو تعني استرنم وكلافيكيلور تعني كلافيكيل كما علمنا من المحاضرة السابقة أن هناك نقاط معينة سنتعرف عليها لكل جوينت وأولها ستكون type of joint ماذا يعني ذلك؟ يعني أن نوع الاسترنو كلافيكيلور جوينت هو sedal type ولكن عمله يكون مشابه لعمل البول أنت سوكيت لذا يجب علينا أن نعلم ماذا يعني sedal type of synovial joint وماذا يعني بول أنت سوكيت synovial joint وهذه الأمور تعرفنا عليها في محاضرات الجنرال انوتومي بشكل تفصيلي ولكن أنا هنا سأضوي فقط عليها مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن sedal type of synovial joint وسبب تسميته sedal من sedal يعني سرج سرج الحصان مثل ما نلاحظ هذا الشكل يشبه سرج الحصان وهذا يشبه الفارس الذي يمتضي الحصان فبهذه الطريقة يكون هناك limitation في الموفمنت يعني أن هناك حركة ولكن حركة محدودة بإطار معين فمثل ما نلاحظ sedal joint permits abduction, adduction, flexion and extension هذه هي الأمور التي يسمح بها أو هذه هي الحركات التي يسمح بها sedal type of synovial joint وهذه الحركة occurring around two axes at right angles to each other ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه الحركة تحصل حول محورين ماذا يعني أن الحركة تحصل حول محور معين؟ ماذا يعني ذلك؟ لنأخذ مثال الألبو joint وهو عبارة عن hinge type of synovial joint وأصبعي هنا سيمثل الأكسز الذي سيمر في الجوينت وهذا الأكسز هنا سيكون horizontal axis مثل ما نلاحظ بهذه الطريقة فهنا هذا الأكسز أو المحور سيمر في هذا المرفق هنا الألبو جوينت والألبو جوينت سيتحرك حوله فهذا معنى أن المفصل يتحرك حول محور معين في حالة sedal type of synovial joint فتحصل الحركة حول محورين ولكن حينما أقول أن الحركة تحصل في مستوي معين في بلين معين يعني أن مثلا هذا الألبو جوينت هنا يتحرك في الساجتال بلين الساجتال بلين هو هذا الساجتال بلين الذي يخسم الجسم إلى right and left segments بهذه الطريقة فهنا ستكون الحركة في الساجتال بلين ولتفاصيل أكثر تستطيعون متابعة محاضرات الجنيرل أناتومي وتطرقت لهذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر فبما يخص السادل type of synovial joint ستكون الحركة في الساجتال بلين والفرونتال بلين أما البول and circuit type of synovial joint فهو يعطي حرية في الحركة يسمح بحرية بالحركة فيسمح بالabduction والadduction والflection والextension والmedial rotation والlateral rotation ويسمح أيضا بالcircumduction وإلى آخره من هذه الحركات كما نعلم من المحاضرات السابقة فهذه الحركات ستكون multi axial أي أن هذه الحركات ستحصل في محاور متعددة أكثر من محورين لذا سمي هذا النوع من المفاصل بmult axial joint وسبب تسميته pull and socket لأنه سيكون هناك socket وهو الشيء مثل قابس الكهرباء والنقطة التي نضع فيها القابس فهذه النقطة أو المكان الذي نضع فيه القابس فهنا ستسمى socket فهذا سيكون socket وهذه ستكون البول هذا يمثل الهيوميروس مثلا وهذا سيمثل جزء من الاسكابيولة فهنا ستكون هناك حرية في الحركة بكل الاتجاهات بدون تقييد فهذا النوع من الجاينت ليس هناك فيه أي تقييد في الحركة لهذا السبب سميه pull and socket ولهذا السبب اعتبره multi axial joint أما رجوعا إلى الisternal clavicular joint فمثل ما نلاحظ هنا يسمح بالabduction ويسمح بالadduction وبالextension وبالreflection وهنا سيكون في هذه النقطة فهنا حركة حركة هذا الجوينت هي مشابهة لحركة البول and socket وليس فقط هذه الحركات فهو يسمح أيضا بالcircunduction ويسمح بحركات أخرى يعطي للبكترال جيرد القدرة على أن يعمل retraction وprotrusion وإلى آخره من هذه الأمور التي سنتعرف عليه إن شاء الله بعد قليل بهذه المحاضرة فهنا حركة هذا الجوينت هي مشابهة إلى حد ما لحركة البول and socket synovial joint ولكن ليست بالضبط أي أن الحركة حرية الحركة هنا لا تضاهي حرية الحركة في البول and socket synovial joint ولكنها مشابهة لأننا نستطيع أن نقول أن نوع الحركة مشابه ولكن كميتها ليست مشابهة بهذه الطريقة وأيضا هذا الجوينت هنا سمي settle type of synovial joint لأن الشكل الجوينت هو عبارة عن settle type of synovial joint مثلا نلاحظ أن تسمية هذه المفاصل اعتمادا على شكلها وليس فقط على الحركة مثلا نلاحظ هنا وال and socket هذا سيكون هناك socket وسيكون هناك وال بهذه الطريقة وأيضا هي صنفت اعتمادا على الحركة ولكن حينما أقول مثلا multi axial joint فهنا أصف الحركة أكثر من وصفي للstructure ولكن عرفت مفاصل البول and socket بحريتها بالحركة الآن سننتقل إلى articulation وهي النقطة الأخرى التي سنتعرف عليها في الجوينت بشكل عام مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن sternoclavicular joint The sternoclavicular joint is the only articulation between the upper limb and the axial skeleton الآن الaxial skeleton يعني بها skull and spinal column أو vertebra column العمود الفقري والجمجمة وأيضا الثوركس هذه كلها ستكون عبارة عن axial skeleton فما بين الaxial skeleton وال upper ventricular skeleton ال upper ventricular skeleton الذي هو عبارة عن skeleton of upper limb سيكون هناك جوينت واحد real joint واحد فقط ما بين ال upper limb والثوركس وهو عبارة عن ال sternoclavicular joint وهناك جوينت آخر مثل ما تطرقت في المحاضرة السابقة وفي محاضرات ال upper limb التي كانت خاصة بالمصز فأن هناك physiological joint وهو عبارة عن ال scapula scapula thoracic joint يكون ما بين ال scapula والثوركس ولكن هنا ما يقوم بالجوينت أو ما يعمل الجوينت هي عبارة عن عضلات وليست مثل ما نلاحظ أربطه ومثل ما نلاحظ هنا synovial joint وهناك تراكيب معروفة للجوينت هنا ليس جوينت حقيقي لذا يسمى ب physiological joint it can be readily palpated هنا مثل ما نلاحظ نستطيع أن نعمل نعمل palpation لهذا الجوينت هنا مثل ما نلاحظ لماذا نستطيع أن نعمل له palpation because the sternal end of the clavicle lies superior to the manubrium of the sternum مثل ما نلاحظ هنا هذه النقطة ستكون superior للمانوبريم هذه النقطة من ال clavicle ستكون superior للمانوبريم وبهذه الطريقة نستطيع أن نتلمس the sternal end of the clavicle وأكيد من هذه النقطة نستطيع أن نتعرف ونحدد ونعمل palpation the sternum clavicular joint the sternum end of the clavicle articulates with the manubrium and the first costal cartilage مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن ال clavicle وهذا هو عبارة عن المانوبريم وهنا يحصل الarticulation وهنا أيضا مثل ما نلاحظ هناك أربطة ما بين ال clavicle وال first costal cartilage first costal cartilage هو عبارة عن هذا الغضروف من ال first rib هذا نسميه first costal cartilage فهنا سيكون الarticulation ما بين ال clavicle وال first costal cartilage وأيضا ما بين ال clavicle وال manubrium الذي هو جزء من الاسترنم وأيضا the articular surfaces are covered with fibro cartilage مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن fibro cartilage وهذا أيضا fibro cartilage وهذا أيضا fibro cartilage ولكن نحن قلنا في المحاضرة الأولى وأيضا في محاضرات سابقة قلنا أن الarticular surfaces تغطى بالغالب typically تغطى بالهايلين cartilage ولكن هذا يعتمد على وظيفة المفصل فهنا هذا المفصل من أهم وظائفه هو shock absorber أي أنه يمتص الصدمات الآتية من الأبرلم لذا وجب أن يكون fibro cartilage أكثر سنستفاد من ال fibro cartilage هنا أكثر من الهايلين cartilage وسنتعرف على هذا الشيء أيضا بعد غليل ثم نلاحظ the clavicle articulates at the external end مجرد للتذكير هنا سيكون l'acromial end of the clavicle وهنا سيكون l'external end of the clavicle مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن superior view وهذه هي عبارة عن inferior view مجرد لتذكير تستطيع أن توقف الفيديو لكي تستذكر أجزاء the clavicle فهذه سيحصل الarticulation هنا في the external end of the clavicle the clavicle articulates with the supralateral aspect of the manubrium مثل ما نلاحظ هذا هو المنوبrium وهذا هو the clavicle فمن المحاضرة الأولى تقريبا عن general anatomy والتي هي عبارة عن anatomical terms سنعلم superior معناها superior و lateral معناها lateral أي أن مثل ما نلاحظ سأرسم هذا الشيء لكي يكون هناك توضيح أكثر هذا هو عبارة هذا اتجاه lateral بالنسبة للمنوبrium وهذا أيضا اتجاه superior بالنسبة للمنوبrium فهنا في هذه النقطة هذا الاتجاه سنسميه superior lateral aspect من المنوبrium فهنا ال clavicle سيتصل في هذه النقطة وهي superior lateral aspect of the manubrium الآن ننتقل إلى joint capsule مثل ما نلاحظ هناك joint capsule يغلف هذا الجوينت The joint capsule surrounds the sternoclavicular joint including the epiphyses at the sternal end of the clavicle ماذا يعني ذلك؟ أولا الجوينت capsule هو عبارة عن fibres capsule هو عبارة عن capsule leafy أي أنه قوي هناك قوة في الموضوع هناك متان في الموضوع ولكن مع ذلك سنلاحظ بعد قليل أن هذه المتانة لا تكفي وسيتم تقويتها بأربطة لذا ما أريد أن أقوله أن الجوينت capsule هو ليس أربطة وفقط لا هناك fibres هناك fibres layer of joint capsule ويتم تقويتها بالligaments فهذه الفايبراس layer هذا الجوينت capsule الذي هو فيبراس layer التي ستغلف الجوينت ستغلف كل الـ epiphyses of the clavicle وعلمنا من محاضرات أيضا general anatomy ماذا يعني epiphyses ماذا يعني diaphyses ماذا يعني metaphyses كل هذه الأمور تعرفنا عليها بشكل تفصيلي فهنا هذا الجوينت capsule سيغلف الـ epiphyses of the clavicle it's attached to the margins of the articular surfaces including the periphery of the articular disk هذا هو الـ articular disk وسنتعرف عليه بعد قليل أيضا مشكل أكثر تفصيل فمثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ articular disk الذي هو disk سيكون في داخل الجوينت cavity فهنا هذا الجوينت capsule سيرتبط أو سيتصل بالمحيط بمحيط هذا الـ articular disk وأيضا سيتصل بالـ margins بحدود أيضا كل الـ articular surfaces الموجودة في هذا المفصل مثل ما قلت قبل قليل هذا هو عبارة عن الـ articular disk وهو يقوم بتقسيم الـ sternoclavicular joint إلى two compartments medial و lateral compartment وهنا هذا من نثر فهو يسميها articular cavities فهنا هذا medial cavity وهذا lateral cavity وبعض المصادر تسميها medial و lateral compartment هذا الشيء ليس مهم جدا ولكن المهم أننا نعلم أن هذا الـ articular surface وهو يفصل ما بين الـ medial والـ lateral compartment أو الـ medial والـ lateral cavity بشكل كامل هذا هو أهم نقطة يجب علينا أن نؤكد عليها سنتعرف على الـ ligament بعد قليل ولكن ما يهم أن هذا الـ articular disk سيتصل بالـ joint capsule وبدوره سيتصل بالـ anterior والـ posterior ligaments التي ستقوم بتقوية هذا الـ joint capsule فتكيدا على ما قلته أن هذا الـ articular disk سيقوم بتقسيم الـ joint cavity إلى قسمين أو إلى two compartments السينوفيال منبرين lines the internal surface of the fibres layer of joint capsule مثل ما نلاحظ الصورة هنا لا تبين صراحة لم أجد الصور تبين بشكل دقيق السينوفيال منبرين ولكن ما يهمنا أن السينوفيال منبرين سيغلف الـ joint capsule من الداخل ولكن لن يغلف الـ articular surfaces مثل ما نلاحظ هنا هذا هو عبارة عن الـ fibra cartilage هذا لن يتم تغطيته أو لم يتم تبطينه لن يكون هناك ليننغ من السينوفيال منبرين على الـ articular surfaces ولكن سيكون الـ lining على الـ joint capsule extending to the edge of the articular surfaces مثل ما نلاحظ مثل ما قلت أنه سيغلف الـ joint capsule ولكن سينتهي إلى الـ articular surfaces فكرة السينوفيال منبرين وماذا يبطن بالتحديد هذه الأمور سنتعرف عليها إن شاء الله في محاضرة الثالثة أو في الـ joint الثالث وهو عبارة عن الـ shoulder joint ستكون واضحة أكثر ولكن ما يهمنا الآن أن نحفظ هذه المعلومة الآن وسنفهمها إن شاء الله في محاضرات قادمة يعني أن هذا الـ articular disk مثل ما نلاحظ سيكون عبارة عن بمثابة وسادة ستقوم بامتصاص الصدمات التي تأتي من الأبرلم مثل ما نلاحظ حتى أن هذا الـ articular disk هو more thick than the fiber cartilage الموجود هنا في هذه النقطة في الـ external end وأيضا هنا في المانوبريم مثل ما نلاحظ فهو سميك إلى حد ما ومتصل بالكامل بحيث أنه يفصل الـ joint cavity إلى two compartments فهو متين لكي يعمل كـ shock absorber في هذه النقطة dislocation of the clavicle is rare at the sternoclavicular joint يعني أن انفصال أو خروج هذا الخروج الـ clavicle من الـ sternoclavicular joint يكاد يكون شبه مستحيل أو نادر إلى حد ما ولكن fracture of the clavicle is common أي أنه إذا تعرض هذا الـ clavicle إذا تعرض إلى قوة إلى قوة تؤدي إلى كسر هذا القوة إلى حد ما قوة كبيرة نسبيا من المحتمل أن تؤدي إلى كسر الـ clavicle ولكنها لن تؤدي إلى عمل dislocation إلى خروج الـ clavicle من الـ sternoclavicular joint وهذا يعطينا فكرة على مدى قوة هذا الـ sternoclavicular joint الآن سننتقل إلى الـ ligaments وهي الفقرة الثالثة عن كل joint كما تحدث قبل قليل على قوة الـ sternoclavicular joint فهذه الـ strength of the joint depends on the ligaments and articular disc هذا هو الـ articular disc فهو يساهم بإعطاء قوة لهذا الجوينت وأيضا الـ ligaments تسائم في إعطاء قوة إضافية لهذا الجوينت فتمنى هذا الجوينت من أن يحصل فيه dislocation ولكن من المحتمل أن يحصل fracture ولكن لن يحصل dislocation في هذه العظمة وهي الـ clavicle مثل ما نلاحظ anterior and posterior sternoclavicular ligaments هذا هو الـ anterior مثل ما نلاحظ هذا هو الـ anterior sternoclavicular ligaments والـ posterior سيكون من الجهة الأخرى أي أنه سيكون إلى الداخل من الجسم فسيكون بمثابة أمام الرئة مثلا هنا أمام الرئة سيكون هناك posterior sternoclavicular ligaments reinforce the joint capsule anteriorly and posteriorly هذا شيء بديه أن الـ anterior sternoclavicular ligaments سيقوم بتقوية الجوينت من الأمام والـ posterior sternoclavicular ligaments سيقوم بتقوية الجوينت من الخلف the interclavicular ligaments هذا هو الـ interclavicular ligaments ومن اسمه أنتر يعني بين clavicular يعني clavicle فهذا الليجمنت سيكون ما بين هذا الكلافيكل وهذا الكلافيكل the sternoclavicular ligaments strengthens the joint capsule superiorly مثل ما نلاحظ من جهة السوبرير سيقوم بتقوية الجوينت كابسول it extends from the external end of one clavicle to external end of the other clavicle مثل ما قلت سيوصل ما بين الـ two clavicles وأيضاً as attached to the superior border of the manubrium هذه هي السوبرير border of the manubrium وهو سيتصل هنا في هذا الكلافيكل وسيتصل أيضاً في هذه الجهة أو هذه النقطة من المانوبريم في السوبرير أسبيكت وأيضاً سيتصل هنا في السوبرير أسبيكت لهذا the left sternoclavicular joint مثل ما نلاحظ فسيقوم بتقوية sternoclavicular joint من الأعلى superiorly فهنا حصل لدينا تقوية anteriorly posteriorly superiorly ما تبقى inferiorly the costoclavicular ligament anchors the inferior surface of the sternal end of the clavicle to the first rib and its costal cartilage هذا هو عبارة عن el costoclavicular ligament من الثمان اللاحظ فهو سيقوم بعمل anchoring أي أنه سيقوم بربط وتعليق الكلافيكل the first rib and the first costal cartilage of the first rib limiting elevation of the pectoral girdle الآن هذه هي عبارة عن هذا هو عبارة عن elevation of the pectoral girdle حينما أقوم بهذه الطريقة فنقوم بعمل elevation فهنا هناك limitation لهذا elevation بسبب هذا الليجامنت وأيضا مثلا نلاحظ هذه النقطة هناك interior fibers وهناك posterior fibers فهذا الليجامنت يعتبر لجامنت قوي نسبيا الآن في هذا الرسم التوضيحي سنتعرف على النقاط التي ذكرتها سابقا بشكل مبسط مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن هذا أنا هنا أنظر من الجوينت كافيتي هذا هو الجوينت كافيتي من الداخل هذه عبارة عن وهذا هو عبارة عن المانوبريم وهنا سيكون لديه الarticular disc وهو complete بحيث أنه متصل بالجوينت كابسول فهذه الأسطوان الزرخاء ستمثل من الداخل ستمثل الجوينت كافيتي ومن الخارج ستمثل الجوينت كابسول وهذا الجوينت كابسول ستم تقويته أي أن هناك طبقة من الجوينت كابسول وفوقها طبقة من الانتيريار استرنوكلافيكولر لجامنت وأيضا طبقة من البوستيريار استرنوكلافيكولر لجامنت من البوستيريار وأيضا طبقة من الانتير لافيكولر لجامنت وأيضا انفيرياري سيكون لديه الكوستوكلافيكولر لجامنت بهذه الطريقة الآن ننتقل إلى الموفمينتس أوف ذا جوينت The sternoclavicular joint is extremely strong أعلمنا مما سبق أن the sternoclavicular joint قوي جدا لدرجة أنه إذا حصل لدي تراما فسينكسر the clavicle ولن يحصل هلالك dislocation في هذا الجوينت ولكن it's significantly mobile على رغم من قوة هذا الجوينت ولكنه متحرك ولديه free إلى حد ما free movement face محبي الحركة إلى حد ما بشكل كبير نسبيا منه من الجوينت الذي سنتعرف عليه إن شاء الله في المحاضرة القادمة It's significantly mobile to allow movement of the pectoral girdle and upper limb فمثل ما نلاحظ هنا هذا هو عبارة عن ال external هذا عبارة عن ال clavicle وهنا هذا هو عبارة عن ال external clavicular joint فهنا مثل ما نلاحظ هناك wide range إلى حد ما من المovement يسمح بها هذا ال external clavicular joint During full elevation هذا هو ال full elevation of the limb the clavicle is raised to approximately a 60 degree angle مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن ال full elevation وهذا هو هنا ال full elevation هذه الحرف E هنا مثل ما نلاحظ هذه نفس الحروف مستخدمة وهنا full elevation سيعمل زاوية 60 أوكي سيعمل زاوية 60 أي أنه سيرتفى ب 60 دقري فهنا مثلا هذه هذه الحالة الآن أنا normal الآن هذه النقطة هذه النقطة هي normal فسيرتفى 60 درجة أي سيرتفى 60 درجة من الوضع النورمال هنا الوضع النورمال صفر هذه الصفر ويرتفى 60 درجة ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذا هو عبارة عن المنوبريم هذا هو عبارة عن المنوبريم وهذا هو عبارة عن الكلافيكل فهنا حينما نعمل flexion سيكون هناك rotation هذا هنا هذا الآن أنا أقوم بعمل rotation فهنا حينما أعمل flexion فسأجدب الكلافيكل anteriorly بهذه الطريقة أجدب الكلافيكل anteriorly وسيحصل هناك rotation على around the axis of the clavicle الaxis of the clavicle يمر بالكلافيكل هنا هذا هو الaxis of the clavicle سيمر بالكلافيكل سيحصل لديه rotation بهذه الطريقة the sternoclavicular joint also be moved anteriorly or posteriorly over a range of up to 25 to 30 هنا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن ال sternoclavicular joint وهنا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة هذه هنا الزاوية الصفر فيتحرك anteriorly 30 درجة من 25 إلى 30 درجة مثل ما نلاحظ وأيضا يستطيع أن يتحرك posteriorly 30 درجة أو 25 درجة مثل ما نلاحظ فهنا سيتحرك anteriorly و posteriorly وهذه الحركة anteriorly تحصل أحيانا في الفلكشن وتحصل أحيانا في البروتروجين هذه الحركة نسميها البروتروجين وهذه الحركة نسميها البروتروجين الآن الكرسي الذي أنا جلس عليه لا يسمح به الريتراكشن ولكن المقصود فيه هو إرجاء الكلافيكل إلى الخلف هي عبارة عن رتراكشن ماذا يعني ذلك؟ يعني حينما تكون هناك فارزة فيعني أن هذا تفسير يعني أن هذا الجوينت مثل ما قلنا في بداية المحاضرة أن نوعه سيدل تايب سينوفيال جوينت ولكنه يعمل كبول أنت سوكت ومن أهم مميزات البول أنت سوكت أنه يقوم بعمل السير كامداكشن هذه الحركة هي عبارة عن السير كامداكشن فهنا هذا السير كلافيكلر جوينت نستطيع من خلاله تحريك هذه الأكروميال إن بالثمان نلاحظ هنا في هذه النقطة هذه الدائرة هنا يقوم بتدوير يقوم بتدوير هذه الأكروميال إن فيقوم بتدويرها بشكل سير كال فهذه الحركة تسمى سير كامداكشن فهذا الجوينت يسمح بالسير كامداكشن هذا ما نستلخصه من هذه الفقر الآن ننتقل إلى Blood Supply and Innervation مثل ما نلاحظ Blood Supply Clavicular Joint is Supply by Internal Thoracic and Suprascapular Arteries هذا هو عبارة عن Internal Thoracic هذا هو Internal Thoracic يدخل إلى الثوركس وهو جزء أو من الثوركس وهذا الشيء لم نتطرق له حتى الآن ولكن هو جزء من النك ندرسه بالنك وندرس أيضاً ندرس جزء منه في الثوركس ولكن هذا هو السبك ليبياً وسينطلق منه Internal Thoracic Artery وسيقوم Internal Thoracic Artery بيعطاء برانج بيعطاء فرق إلى الأسترنكلافيكولار جوينت وأيضاً هذا الجوينت سيتم تغذيته بالSuprascapular Artery هذا هو السuprascapular Artery أيضاً سيعطي برانج إلى هذا الجوينت وأيضاً بما يخص l-innervation branches of medial supraclavicular nerve and the nerve to the subclavius Nerve to the subclavius هذا الشيء تطرقنا له في محاذرة البركيال بلكسس ولكن بما يخص medial مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن medial supraclavicular nerves هو عبارة عن subcutaneous nerve أو cutaneous nerve هو عبارة عن cutaneous nerve أي أنه سيغذي ال skin مسؤول عن sensation وسيعطي برانج إلى sternoclavicular joint وهذا هذا nerve سيأتي من cervical plexus مثل ما لدينا بركيال بلكسس لدينا أيضا cervical plexus وأيضا هذا هو عبارة عن nerve to subclavius هذا هو nerve to subclavius تطرقنا له في محاذرة البركيال بلكسس لذا فأن الاستيرنا clavicular joint سيتم تغذيته من السيرفيكال بلكسس ومن الركيال بلكسس فمن two بلكسس وإلى هنا انتهت محاذرة الاستيرنا clavicular joint بعض الطلاب يدققون على فكرة ما هي العضلات التي تعمل على هذا الجوينت مثلاً لن يكن هنا التي تدقيق في هذه المحاذرة على هذه النقطة لأنه لا توجد عضلة معينة تعمل على هذا الجوينت ولا تعمل على جوينت آخر فحركة هذا الجوينت هي عبارة عن حركة متناسقة ومتزامنة مع حركة جوينت آخرين التي هي acromic clavicular والشولدر وأيضاً الاسكابيلوثروسيك جوينت الذي هو فيزيولوجيكال جوينت كما تعرفنا في محاذرات سابقة وأيضاً في المحاذرة السابقة لذا ففكرة ما هي العضلات التي تعمل على جوينت معين سيتم التطرق لها في جوينت خاصة وليس في جميع الجوينت فمنها الشولدر جوينت أيضاً سنتطرق لهذه العضلات ومثلاً الألبو جوينت أيضاً سنتطرق إلى العضلات التي تعمل على هذه الجوينت لذا نلتقي في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر